في عمان استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم سمو الشيخ حمدان بن زايد آلنهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الذي نقل إلى جلالته تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة يحفظه الله وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة وللمملكة الأردنية الشقيقة اضطراد التقدم والازدهار كما نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة التقى جلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سمو الشيخ حمدان بن زايد آلنهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر وعبر جلالته عن شكره وتقديره لدولة الإمارات في دعمها ومساندتها للأردن ومساعدته في استقبال اللاجئين السوريين وتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية لهم وحمل جلالة الملك عبدالله الثاني سمو الشيخ حمدان بن زايد آلنهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان وتمنياته لسموهم بموفور الصحة والعافية وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آلنهيان على الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأردن لتوفير مختلف الخدمات للاجئين السوريين والتسهيلات التي توفرها المملكة لوفود هيئة الهلال الأحمر وكافة المؤسسات والجهات الإنسانية والطبية الإماراتية من القيام بمهامها الإنسانية مؤكدا سموه أن هذا العمل الإنساني المشترك يعكس عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات والأردن لما فيه خير البشرية والإنسانية وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تفعيلها وتطويرها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين